اشتركوا في القناة من دون مفاجأة وكما هو متوقع لن يشارك لعب الخضر ونادي ماتس فريد بولايا في لقاء فريقه ذي الداران برسم الجولة الثالثة من الدور الفرنسي قضية بولايا معروفة كما تبعتم في كثير من الأعداد السابقة مدرب نادي ماتس وحين الإصرار عليه من الصحافة الفرنسية عن السبب الحقيقي وراء غياب بولايا قال أنه يعاني من مشاكل عضلية وأنه يحتاج لفترة راحة تمتد عفوا لعشرة أيام أي أن عودته ستكون بعد نهاية الميركات الصيفي بولايا لا يريد اللعب ويصر على الرحيل وهو بصورة أوضح متمرد على الفريق وذعطه قد يأتي بنتائج نشير أيضا إلى أن استمرار غيابه سيعني غيابه بشكل رسمي عن تربص الخضر في انتظار قائمة بالماضي أعلن نادي كوينز باركرينجرز النشط في الدرجة الثانية الإنجليزية انتقال لعبه الجزائري الشاب فيصل بطاش للعب في نادي أولدهام أتليتيك والذي يلعب في القسم الأدنى الدرجة الثالثة متوسط الميدان الجزائري لم يتمكن من حجز مكان أساسي رغم كثرة مشاركاته كبديل وانتقاله بنظام الإعارة قد يكون خطوة جيدة خاصة أنه صغير في السن ويبلغ من العمر 21 سنة فقط والمستقبل كله أمامه تكلمنا كثيرا سابقا عن انتقال لاعب الخضر أندي ديلور لنادي نيس وكانت الأخبار صادرة من مصادر فرنسية قوية الأمور اليوم أصبحت أكثر وضوحا بعد أن تكلم كل من مدرب نيس ورئيس موبولي عن الأمر نبدأ بمؤدرب نيس كريستوف غالتي هذا الأخير سئل عن حقيقة رغبته في ظم أندي وقال أنه حقا يريد اللاعب الجزائري بدون لف ولا دوران غالتي أضاف في هذا الخصوص بمجرد أن أخبرني برغبة النادي في ظم ديلور رحبت بالفكرة وطلبت من الإدارة فتح الباب أكبر لقدومه ديلور لاعب كبير ولاعب خبرة أنا أعرفه جيدا وسيكون مفيدا للفريق لا يمكن أن تلعب الموسم كله بمهاجم واحد وهو أمين غوري والذي ليس أصلا مهاجم صندوق هذا عن رأي النادي نيس أما عن الرأي داخل موبولي فالأمور تبدو متوترة قليلا ورئيس النادي لوران نيكولا يبدو غاضبا من الدولي الجزائري وإشاعات انتقاله نيكولا وفي تصريحة اليوم لصحيفة ميديليبرا الفرنسية قال أن رحيل ديلور أو بقاءه بيد اللاعب إن كان عيار نفسه مرتبط بالفريق وقائدا له فليبقى وإن أراد الرحيل فالأبواب مشرعة له لفعل ذلك ميديليبرا قالت أن رئيس موبولي غاضب جدا من الاتصالات التي تصيل لاعبه ورغم ما قيل عن رفضه للأمر إلا أنها أكدت أن نادي موبولي يعاني ماليا وسيكون مضطرا لبيع أندي ديلور لنيس أو لغيره من الأنديا من أجل الموازنة أعد موقع تسعين دقيقة بنسخته الفرنسية تقريرا اختار فيه ثمان لاعبين شباب قال أنهم منتظرون أفوا في الدور الفرنسي الليقاء الموسم الحالي والأعين كلها ستكون عليهم القائمة ضمت جزائريا واحدا وهو لاعب طروى الجديد ولاعب ليفر بول السابق ياسر العروسي الموقع السابق قال أن ياسر يملك قدرات هائلة والكل ينتظر أن ينفجر في طروى بالمناسبة ياسر العروسي مصاب ولم يلعب لغاية الآن أي لقاء رسمي ومشاركة في لقاء الجولة المقبلة غير أكيد أيضا بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل أيام عاد الجزائري يانس رحماني ليشارك في لقاء ودي خضه فريقه أيبار ضد فيتوريا سيدي صحيفة ماركا الإسبانية عنونت مقالها عن اللقاء ب رحماني يبهر الجميع الصحيفة الإسبانية قالت أن رحماني قدم مستوى كبير جدا في اللقاء وأكد أنه صفقة سيكون لها أثر واضح كما قالت أن الجزائري قد يكون فرص الرهان للمدرب وللأنصار أيضا قالت صحيفة دسانة البريطانية الشهيرة أن إدارة تشيفيلد يونيتد باتت تستهدفه بشكل واضح لاعب الخضر عدلان قد يورا من أجل التعاقد معه عدلان يتواجد كما هو معلوم في نادي واتفورد للحفاظ على لياقته الصحفي آلان نيكسن قال أن إدارة تشيفيلد كانت ترغب في ضم لاعب سامدوريا رونالدو فييرا وبعد عجزها عن الأمر لم يعود أمامها سوى قد يورا خاصة أن الدور بدأ والميركاتو على وشك أن ينتهي اختيار قد يورا يبدو قرارا غير مقنع لصحافة تشيفيلد موقع فوتبال ليغ وورد والإنجليزي استجوب ثلاث صحفيين رفضوا كلهم فكرة التعاقد مع قد يورا وأولهم آدم جونس والذي قال أن أنصار النادي لن يرحب بالفكرة الصحفي كريس كالاغير وصف صفقة قد يورا بالصفقة المحبطة ورغم ما سيقال على أنه يملك الخبرة وأنه لعب سابقا في الدور الإنجليزي إلا أن قدوم قد يورا لن يقدم أي إضافة الصحفي الأخير هو آلفي بارمز هذا الأخير قال أنه لا يرى أن صفقة قد يورا ستكون جيدة للفريق ناصحا المدرب بضرورة التعاقد مع لاعبين مفيدين أكثر خاصة أن النادي خسر أول ثلاث لقات في الدور وبدايته كارثية بأتم معنى الكلمة يشار إلى أن قد يورا بات مطلبا شخصيا للمدرب يوكانويتش الذي دربه سابقا في واتفورت قبل ست سنوات كما كان وراء انتدابه لنادي الغرفة القطري قبل عامين من الآن أي أنه يعرفه جيدا رغم أنه استأنفت تدريبات قبل أسبوع تقريبا وكان قادرا على المشاركة في لقاء الجولة الماضية إلا أن الجزائري إسحاق بالفضيل يكون قد أصيب مرة أخرى على ما يبدو تقارير ألمانية قالت اليوم الجمعة أن بالفضيل يعاني من إصابة على مستوى الفخذ ولن يكون قادرا على المشاركة في لقاء يونيون برلين في الدور الألماني والذي سيقام يوم الأحد المقبل إن شاء الله يلتقي يوم غادين السبت نادي نيم بنادي دانكيرك ضمن الدور الفرنسي درجة ثانية القائمة عرفت غيابا جديدا للاعب الخضر زين الدين فرحات فيما عرفت عودة الجزائر الآخر كريم أريبي مدرب نيم باسكال بلانك نشط نادوة صعفية ليوم الجمعة نفى فيها تواجد لعبه الجزائري زين الدين فرحات المقبل على الرحيل والذي لن يشارك حتى رحيله لكن المفاجأة كانت في حديثه عن عريبي حيث قال أنه عاد وهو يتدرب بقوة وصار حتى جاهزا للتواجد ضمن المجموعة وعن مشاركته لم ينفي المدرب الأمر ولم يؤكده أيضا بالمناسبة عريبي متواجد فعلا في القائمة والتي أعلن عنها في وقت لاحق من نهار اليوم الجمعة وتواجده من ناحية أخرى يؤكد أن ما حدث له مع النادي الترج التونسي كان مؤامر فقط لأنه ليس مصعب إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى المصادر كما عودتكم دائما تجدونها في صندوق الوصف إن شاء الله لمن يريد التعمق في أخبار اليوم أو يتأكد منها لقاؤنا إن شاء الله سيتجدد يوم غادن السبت في حدود الساعة التاسعة ابقوا معنا وادعمونا السلام عليكم اشتركوا في القناة